هاي كيفكم؟ أول شيء انا مجددا اني عم بعملكم فيديو أخيرا وثانكيو لكل الناس اللي سألوا علي وعلى صحتي ووشتني بك وكمان ثانكيو لكل الناس اللي حكوا لي إصاصهم ولي شاركوني كمان حالاتهم الصحية اللي بتشبح حالتي I love you all بتمنى كلكم تشفوو تصيروا أحسن وإن شاء الله هاي سانة تكون سانة جفاء على الجميع ف في سؤال اللي يشهدين اللي هو انو دانا شو شاريتي كتب من معلد الكتاب وليما نزلتي فيديو زي هاي كالسنة The thing is أنا حتى وانا في المالد كتير تعبانا ف روحت عالدار دور نشر أنا بعرف ان رح لاقي كتب بديها عندهم باسيكلي شاريت اللي بديها وبصراحة بعدين امردت كتير آخر يوم بس روحتم كانسا شاريت أكمل كتاب عربي تانين and that was it فمانلي الكتب تبيتي هاي السانة انجلش ومن دور نشر معينة ما انتشرت كتير لاني I wasn't feeling well حابة اشارككم اليوم الكتب اللي شاريتها من المعرض اول شي اعملت لست عشان اتأكد انو I'm sharing all the books لانا كتير في ناس بيحكوني من من اشتري هذا الكتاب او او از هذا الكتاب او ممكن ارقيه فحبت انو اشارك كل الكتب اللي جبتها و اللي قرأتهم احكيلكم عنهم بعدين بس يعني basically to share okay let's put this here okay let's start with the first book شاريت اكتاب اسمه The Spanish Promise هادا لكاتب اسمه كارين سوان كارين كتير بتكتب كتبك بالسفر رومانس and checklet I love love these books بحسوا ميك زي نار من انواء الاسكيب I seriously love reading them on the beach بحب اقرأهم انا البحر okay one second هادا الكتاب اول ما شفته I'm like what is that I want to buy this one okay this book is called I am Heathcliff هادا كتاب مجمورة اصاص اسيرة مش نفس الكاتبة لكتاب اكتار و كلهم بدوروا حوالين withering heights فاذا بتحبوا the weathering heights وهي قصة Heathcliff and Catherine I think you're gonna love it لسه ما قرعتوه بس سأتعرف ان اعطركم مش كتير مرات بفضل الاصاص القصيره بس لما اكون في الموجودة بعد اقرأ I'll read this okay okay بعدين هادا الكتاب طلعلي كان في اخر يوم buy two or three get one free yeah فاطلعلي هادا الكتاب اللي هو the people in the trees okay هلا انا بحب الشجر I hope I like it you know I did not pick it بس let's see and then I bought this one the cover attracted me strongly اول اشي اول ما شفتو فكت حدا ما زال الكفر I was like you know بس afterwards I was like no هذا دزاعت بالكفر and I love it it's called How We Disappeared يعني كيف اختفينا okay and then برضو هادا كتير اتراكتد بي لانا the cover is weird it's called the doll factory يعني بصناع الالعاب okay look at the cover it's uh it's weird زي كأن البنت جوة اشي ازاز I like it you know yeah yeah so لكتير مع سيد الله ما يسعروني انه انت تتكتوب يلست لما تروح عمال كتاب I don't بس انا بشوف كتير كتب طول السنة فعندي زي لحكي لسج وراسي of things I would like to check out اذا شفتهم اذا ما شفتهم I will buy them فلما اروح هناك بكون نوعا ما عارف ايش بحب you know sometimes I get surprised sometimes I get disappointed yeah it's life okay so I bought this one it's called the night jar في ناس كتير بحكوا this is the new harry potter تير ناس حكوا هك لك حتى ربيو سابوتهم this is like the new harry potter series okay um هذا لما شفتهم ملت ياس ليه؟ لاني كت شاري الكتاب الأول التاني وطريقهم من amazon I'm like destiny لات كتاب التالت مارة الكتاب الي هو the wedding party وبصراحة هاي الادشن الي عليها glitter it's gorgeous I love it you know or she fushi pink and romance and it's gorgeous it's gorgeous okay I really miss doing this mm okay uh okay قبل فترة حكيت لكم انه في فيلم حضرته كتير كتير حبيته منزما ما تأثرت بفيلم هالقدة and يعني بكيت this is a really good book and a really good story and a really good story and the film is really good فاذا عندكم رغبة تحضروا اشي هيك emotional وتحسوا ان الدنيا فيها خير مسلا read this or watch it it's called the art of racing the rain ما بامزا هالموفي از amazing حضرتو مرتين and i'm telling you guys watch it okay uh هاير سيرز اسم احكسلكم عنهم اكتوي القراتة لازم احكلكم عنهم هي لا ماري لو okay سيرز ها كان اسمها what is it called يا دانا legend فيهم مكانة Trilogy Legend Prodigy and champion okay بعد سنوات الكاتب ان ازلت اكتاب جديد اسمه rebel فا when i saw it i was like what i want to read this so yes احكي لكم كمان هذا كمان بساطة كتيرة لو ما شفتو هذا سيرزلي i think i'm a tick you know فا the sun sister lilacinda riley okay هذا الكتاب السادس في المجموعة the seven sisters هلا انا بطلت عارف ان الكاتب رح تكتوب كتاب صابع ولا لا so الهلا عم بكمل في السيريز بس ألبي عامل هيك and i'm not really sure مش عدي عظلني استنى ساني و سنتين and i'm like شيك وقف تقرعهم i want them to كلهم وربعض like i really need to know what happens بس it's gorgeous and huge i'm in love with it i'm in love with it i'm in love with it i need to buy this you know so yeah طبعا في ناس حكو انه ما حبوه بس i'm happy انه اصنع عملة كتاب تاني okay و هذا اللي رفتلكم عنه مامي سايان it's you okay alright هلا في هذا الجزء التاني هاي السيريز من الخبطة كيف دي احكي لكم okay قبل كتير سنوات كان فيه ثلاث كتب اللي هم هلا فيه مسلسل شو اسمه يربي the dark materials or the dark devices or something okay his dark materials i think okay هاي السيريز كان تتبع ب بند صغيرة اسمها ليرا okay الكاتب رجع جديد أي من السيريز الثانية هذا الكتاب الثاني في هاي السيريز okay الكتاب بيحكي عن الشاب اللي يعني بيلاقي ليرا و بيساعدها بعد السنوات في السيريز الثانية so it's like أحداث قبل الأحداث اللي صارت بالسيريز الثانية if you know what i mean this is the second book اسمه the book of dust so there's a little fair right there yeah okay alright this i was so happy to find و انبسطت اني لقيت النسخة البريطانية لأنه النسخة الأمريكية الكبر مش كثير كان عجبني it's the giver of stars بجو جو مويت look how gorgeous تحس هيك الدكتس في كل الوضواء و بس هيك يعمل هو لا حالة you know so beautiful أحبي النجوم وبحبي السماء okay oh this book okay هذا الكتاب اسمه black leopard red wolf لا بصراحة انا ما باعك عن شو هو okay بس هاي من الكتب اللي شريتها عشان i like the cover so much و عجبني كمان التايبوغرفي okay it's beautiful ما باعك زي انتو شايفين زي في حيوانين دخلين في بعض it's beautiful you know انا اول ما شفته فكرته بصراحة dragon so واع فكره هذا الكتاب is very heavy okay this was a nice surprise هذا اصلا كان جو الكارت تابعي تبدي اشتري فانما لقيت اوصيك اوه yeah so this is the poor boys اللي هو زي خنزير البحر أهلا باعرف انو فيها كتير fiction of fantasy بعد ما قرأها بحكي لكم انو ولا هاليثيون بيين بززبط عن شو الكتاب بس اي لايكت لاني بأتركم انو بحب البحر طيب انجد بلا اي اشي فيه and i like that يعني شكل السفينة لما احطها انا فكرت دولفن بص انا مش دولفن it's nice right okay وابدين جبت the tails of beetle the bard هلا عني الاصلي بس الاصلي ما هي art this one has art فان شاء الله بس يعني اعملتكم فيديو عن الحالة احتي بكم شو اسص المفضلة فيو I think because I have gravity babbity or the hairy heart yeah so yeah I will share it with you انو بتحب انو الارت زي فأرجيكم يا okay okay this is dangerous رحي واعا وابادين وابادين my friend الان بحس هذا زي كتاب ما عادة الكتاب لاي كنسان فو عادة الكتاب يكون هذا الكتاب نازل أبلة christmas فا I buy it okay harry potter and the goblet of fire I'm planning on rereading it again it's beautiful وهذا ما حد من الزائل كتير بحبه okay and this was a nice surprise هلا انا ما كت عارفة ان في كمان بوسترز فهذا كان ال buy one buy three get one one free فاخترت شكتاب المادرة اخترت بوستر بوكس game of thrones okay وضعها من البوسترز but a few more yeah اذا بتحب ان اما احكي لكم عن السيريز احكي لكم عن الكتاب يعني بورشي كومية اكتر you know فالمهم طدع في كتير منه طدع في اجزاء من هذا البوستر بوك so I'm like hmm ما شفته okay and then هذا الكتاب لقيته اخر يوم يعني اول يوم اخر مرة يعني اخر كتاب لقيته في اول يوم انا ما كنت بس كتير مترددة اشتري ما اشتري بس ال writer was nice so I was like ah let's go for it بس بعدها ما عبرشو صار لي امردت كتير كتير this is the book وحاسة هيك you know it's always like the end for me فانو و جبت this one برضو الكاتب was nice اسمه ليلى لدكتور بدرخ بيزي I'm sorry صح ما احا كتبكم اسمه غيبوبة بورما this one هذا زي مجموعة قصصية قصيرة لكاتب I think اسم حسين المتروك I'm not really sure and then هذا لقيته اخر يوم I'm like hmm يعني بقرأ السيريز هذا الكتاب التالت اللي I think هو نهايته the trilogy اسمه supernova it's nice and هذا احلى اشي دامن لما تلاقي الجزء اللي بعده في سيريز بتحب I love this feeling okay lethal white انا بحب كتير the stark and bourbon سيريز بحبها كمان حتى لعا تلفزيون it's my favorite I can't wait كمان حلقات it's huge وما شفته مبسطة كتير انه I love stark so yeah this one برضو كان في الكارت تبتي كنت اشتري when I found it I was like fine انا قد اجيبه hard cover بس I'm happy انه اجبت برضو حتى paper pack احلى اشي بهذا الكتاب هذا الكتاب release date كان في ميلادي وحسيت انه it's destiny I must read it الكتاب اسمه the house of salt and sorrow لارين كريك it's gorgeous صح هيك الفوم تبع البحر هيك it's gorgeous okay and this one this one was also in my cart فحسيت هذال الثلاث كتب اللي كان اصلا موجودين في الكارت فان لقيتهم like happiness you know this one is called wicked fox gumiho i think it's for cat shaw or shaw it's gorgeous صح كتير عجبني cover art وثاني اشي انه انا كتير بحب الكتب اللي بتحكي عن الحضارة تابت ال far east زي ما بتلكم بحب الميثيوليش تابت الاصاص تابتهم so this is supposed to be about one of the mythologies about ترفو الارواح والغوست and stuff like that so must read and ارجيكم الكتب العربي اللي جبتهم okay اضعف طلعين من البائين بس who cares اولي جبت هذا لاني قرأته اوديو بوك بالزمانات وحبيته كتير رح حقيقه عنه اسمه عايزة تقوز وبعد فترة الاكتشف انه في منه اصلا مسلسل حضرته بس عني الكتاب it's hilarious okay صندوق لا يتسع للأحلام and that one is and that one is من هنا تمر الأحلام لأيناس التركي okay و هذا كتير حبيت الإسم لقاء يفك أزرار السماء لفاطمة الزهراء الرياض وهذا شكلك رومانتك and cute اسمه أنا وأنت لأحمد الخميسي وهذا شكله كوميدي I told you أنا كتير بحب الكوميدي بالزات الكتاب المصريين يكتبوا بالعامية I love it so much اسمه ستات و رجالة طالع حبا بعينيهم لليم مرار and لنفس الكاتبة في يوميات أمطة لحباب بعينيها I hope I enjoy them لاني جدت للكاتبة كتابين وبعدين جبت لمحمد الحيميوي صاحبة المولد هذا كان قفت من دار كيان عشان جبت أدو لك الكتب It was highly recommended and the third thing لأحمد الخميسي برضو Oh I have another bug by the same author فلا انتبهت Nice cover right و أخيرا هذا الكتاب اللي هو أنا كتير بديا It happens Okay okay كتير بديا اللي هو لدكتور أحمد الكبيسي اللي هو أحسن القصص أحسن القصص قصة رسول القرآن الكنيم إن شاء الله بس أخلصوا بديا ورجلتهم لي لأن الأرتورك تبعه والشغل تبعه كيف راوي قصص القرآن كتير طريقة حلوة ببلش القصة من بداية الخلق كتير طريقة حلوة و زي ما انتو شافين كتير فيه حكي فلايك It's two columns Two columns You know You know You know فبيمر على كل الأنبياء بيمر على كل الإصاص و كلها يعني الإصاص اللي حاطتها كلها فيها آيات قرآنية ومراجاها بشرحها بشرح كيف الإصاص بتنحكها بس بالترتيب بالترتيب الأحداث الزمنية إذا بتحبوا هذا الشيء بحسن أنه حلوة المكتبات مثلا للناس اللي ممكن لسا ما بيعرفوا كثير في دين الإسلامي أو حابين يثقفوا حالهم بمعلومات فاضية عندهم أو حتى مثلا العدد الصغار You know So I think هذا الكتاب حلو يكون في أي مكتبة عائدية So that's it for today I think أنا مبسوطة أن أعلت لكم فيديو ها ديمكن أطول فيديو أميلتو أميلتو And I hope you enjoyed it Thank you for following me and watching my videos Bye